مبروك لمنتخب اليمن للناشئين الصعود إلى نصف نهائي كأس العرب للناشئين بعد فوزع على منتخب السودان هرد لك لمنتخب السودان مبروك لنجوم المنتخب اليمني وللجمهور اليمني الصعود إلى نصف النهائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أهلا بكم في فيديو جديد في بداية الفيديو يريد تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد انتهت منذ قليل مباراة المنتخب اليمن للناشئين مع منتخب السودان للناشئين في ربع نهائي كأس العرب للناشئين بتفوق المنتخب اليمني وصعوده إلى نصف النهائي ألف مبروك أدوا مباراة جميلة جدا المنتخب اليمني الحصان الأسود للبطولة كما توقعنا في بداية البطولة المنتخب اليمني يمتلك تشكيلة سابتة وتشكيلة مهارية جدا من اللاعبين لاعبين ما شاء الله عليهم لهم مستقبل كبير في سماء الكرة الأسيوية والكرة العربية والكرة اليمنية بالطبع أعتقد أن المدرب محمد حسن البعداني عامل تشكيلة وتوليفة من اللاعبين المهاريين والمنضبطين يعني بصراحة لعيبة على مستوى عالي للمنتخب اليمني المنتخب السوداني عمل اللي عليه في المباراة وحاول أكتر من مرة أنه يحرز أهداف في المباراة عن طريق مهاجمه الخطير رقم 11 كان عامل إزعاج لدفاعات المنتخب اليمني وحاول أكتر مرة في إحراز الأهداف ولكن مرة الحظ ومرة الزملاء يضيعوا الكرة ومرة الحارس وضح أنور اللي شال أكتر من كرة حارس مميز جدا من أحسن الحراس في البطولة وضيف إلى ذلك اللاعب الذي يعجبني أنا شخصيا اللاعب أنور الطريقي اللاعب أنور الطريقي في وسط الملعب رقم 3 في منتخب اليمن أعتقد من وجهة نظري أنه من أحسن اللاعبين في البطولة فريق بصراحة عجبني لعبه جدا 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 لعيبة هادية لعيبة مهارية لعيبة المنتخب اليمني تشكيلة سابتة من بداية البطولة التغيير في أمور ضيقة فقط أو أمور بسيطة يعني وضح أنور في حراسة المرمى سعيد العلقي باك رايت ومحمد ويهيب باك ليفت اتنين محاور الدفاع أحمد مصطفى ومحمد الهندي أنور الطريقي ومحمد خالد ارتكاز استرجاع في وسط الملعب عادل عباس الجوهرة اليمنية لعب صاحب القدم اليسرى المهاري جدا وعبد الرحمن خضر الطرف اليمين وعسام ردمان القائد طرف شمال ورأس الحرب الخطير صاحب السوالات والجوالات في خط الهجوم اللاعب محمد البرواني اللي عمل إزعاج كبير لدفاعات السودان النهاردة واستطاع أنور الطريقي أن يحرز هدف في المباراة من ضربة جزاء ويصعد المنتخب اليمني لنصف النهائي لمواجهة إما المنتخب السعودي وإما المنتخب العراقي في نصف النهائي المباراة ستكون يوم الاثنين خمسة تسعة الفين اتنين وعشرين سيكون المباراة الساعة التسعة بتوقيت مصر والسودان والليبيا تمانية بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وعشر بتوقيت السعودية والعراق واليمن حداشر بتوقيت الإمارات والعمان المنتخب اليمني حجز مقعدا في نصف النهائي وينتظر الفائز من مباراة المصر والمغرب غدا ألف مبروك مرة تانية لمنتخب اليمن وهارد لك لمنتخب السودان وتحية كبيرة تحية كبيرة لفريق اليمن اللي يعتبر من أفضل المتخبات اللي موجودة في البطولة حتى الآن ياريت لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته